من الشخصيات الجزائرية التاريخية 11 الشيخ الحداد السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الشيخ الحداد اسمه الكامل هو محمد مزيان بن علي الحداد انتقلت أسرته من بني منصور واستقرت فيه فيل إيمولا ومنها إلى بلدة سدور وفيها امتهان جده حرفة الحدادة إذا اطلقت تسمية الحداد على الأسرة أسس والده زاوية في سدور وهي الزاوية التي تعلم الشيخ الحداد طواعد اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم فيها ثم استكمل تعليمه في زاوية الشيخ العرب في جبال جورجورا وفي نهاية المطاف أخذ الميثاق على خليفة السيد محمد بن عبد الرحمن في زاوية سيدي علي بن عيسى وعند عودته إلى قرية سدور تولى تسيير زاوية أبيه واختاره أهله لأن يكون إماما على قرية سدور وأصبح بعد ذاية خليفة لطريقة محمد بن عبد الرحمن أدى انهيار النظام الإمبراطوري الحاكم في فرنسا وظهور النظام الجمهوري بعد هزيمة نابوليوم الثالث أمام باسمارك الألماني في سنة 1870 ميلادي إلى تصعد نفوذ المستوطنين الكولون وتعرضت سلطة الباشغة محمد المطاني إلى اهتزازات وتعرض المطاني إلى عدد من الاستفزازات والإهانات التي دافعته إلى الاستقالة من منصبه تباشغة في فيفري 1871 ميلادي وإعلان الثورة على فرنسا في شام مارس 1871 ميلادي وبعد محاصرة مدينة بوجبوري ريجي امتدت الثورة إلى مختلف مناطق الوطن وشاملت مدن مليانة وششال وجيجل والقلوة بوسعادة ومسيلة وباتنة وتورت وبسترى وتعنى أولاد عدوان بمليلية قد قاموا خلال أشاف فيفري 1871 ميلادي بمحاصرة القوات الفرنسية وفي هذه الظروف برزت خلافات بين زوايا منطقة القبائل منها زاوية الرحمنية بصدق وشلاظة وإيلولا وانقسموا حول الموقف من ثورة المقراني فأعلن الشيخ الحداد الجهاد في الثامن عفريل 1871 ميلادي فإنضم الكثير من أتباع الطريقة الرحمانية إلى صفوف الثورة واشتعلت الأوضاع في دلس وتزيوز وصول غزلان وذراع الميزان والبويرة وكان لأتباع الشيخ الحداد وابنه عزيز من الأخوان الرحمانيين دور باريس في انتصارات الثورة واشاء الله يستشهد طائد الثورة محمد المقراني في الخامس 1871 ميلادي بسبب غدر أحد الخوان التابعين للإدارة الفرنسية فبدأت الخلافات في صفوف الثوار مما جعل الشيخ الحداد يستسلم في الرابع والعشرون جوان 1871 ميلادي لقوات الجيان اللامان فحتم عليه بالسجن خمس سنوات في سجن انفراضي في طلعة بارال بي بي جايا ولكنه لم يتحمل السجن لإهتبار سني فتوفي في أواخر عفريل 1873 ميلادي عليه رحمة الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد